مرحبا برج السرطان اهلا فيكم في قراءة هاي القراءة الصلاح للطالع والشمسي وايضا القمري برج السرطان في الناحية العملية شنو الامنية من ناحية الفلوس شنو الامنية اللي راح تتحقق لك خلال هذا الشهر انزين تقريبا نفس الطاقة في الحياة العملية او حد العاطفية عندنا طاقة مشتركة شنو هاي الطاقة المشتركة اللي عندك هالشهر والاساسية هي طاقة نبيك بتحصل على الشي اللي انت لطالما تمنيته ولكن في المقابل تبطر ان تترك ورائك اشخاص تترك ورائك منطقة الراحة تترك ورائك مكان انت عوت عليه وظيفة قديمة شخص قديم مكان عمل قديم يمكن حتى تبطر خلال هالشهر تكسر تكسر ثقة احد عشان تحصل على الشي اللي ما اقول لك انك تطعن احد او تقدر باحد مو هذه الطاقة ولكن طاقة اني اوافق بدون حتى ما ارجع الى رأي فلانة وعلان اشخاص بالعادة انت تستشيرهم او تخبرهم امور عن حياتك وقريب منهم ولكن خلال هذا الشهر الامنية اللي قاعدة تأتيك تأتيك بطريقة سرية وتأتيك بطريقة انه ما تعطيك مجال ما فيهني مجال في الطاقة انه تعطيك عشان تقعد مع هاي الاشخاص ما فيها جلوس هنا ما فيها قاعدة ونقاش اقبل ولا ما اقبل فيها انه تطلع الموافقة اليوم بعد اسبوع انت المفروض مجهز امورك وخلاص دخلت في الموضوع وهذا كارتك برج السرطان هذا كارت العربة لما اشوفه معناته ما تستطيع ما عندك مجال والمفروض اصلا ما يكون عندك اي تأخر عن قبول الشي اللي راح تحصله في الفترة القادمة لانه هو اللي راح يقيدك لامنيتك هو يطالع عندي هني طاقة ان برج السرطان عنده رغبة معينة بخصوص الهجرة بخصوص مشروع وظيفة معينة زين شيء ما اشوف المال بشكل مباشر ديني حاط عينك على شيء تعرف انك اذا حصلت عليه بعدين راح بسهولة تقدر انه تجرب الاموال لحياتك هذا الشي راح يأتيك ولكن يأتيك على استعجال هاي العربة لما تكون تمشي في الطريق ما راح تتوقف عشان انت تركب فيها لا لازم تركب فيها ايضا متصعب تركب فيها واي هي اوريدي ماشي في الطريق هاي الطاقة اللي عندك عندك كرت الموت برج العقرب هاي زين مضطر ان تخرج عن عادتك خلال هالشهر عشان تحصل تحقق مرادك خلا نقول هاي زين لما نشوف هذا الكرت كرت الموت معنات تتسوي شيء ابدا مو من طبايعك شيء جدا خارج عن الروتين اللي تعوت عليه الاخلاق اللي انت متعود عليها الاطباع اللي انت دائما مثلا نقولون برج السرطان كذا كذا لازم تكسر القاعدة جدا ضروري عشان تحصل على مرادك هذا رقم واحد مرادك في الجهة الثانية مو في المكان اللي انت فيه هاي اللي اريد ان ابحك عليه برج السرطان المكان اللي انت فيه عندك فيه فارس الارض فارس الارض معناته يعطيك بما يكفي عشان يخليك ما تغرق في الديون يعطيك بما يكفي عشان مثلا تأكل تسكن تسكن تعيش حياتك بس مو مثل ما انت تطمح مو مثل ما انت حط ببالك وتتمنى لنفسك قاعد يعطيك هذا الوضع الحالي الحد الادنى من اسباب الحياة من الثراء من الرخاء الحد الادنى فعشان تحصل على شيء افضل محتاج الشجاعة محتاج جدا ضرورية جدا مهمة جدا الشجاعة خلال هاي الشهر وضروري جدا مثل ما خبرتك ان تخرج عن المألوف تخرج عن المألوف مثلا عندنا شخص نفرد عندنا شخص دائما يناقش اهله قبل ما يخطو خطوة كبيرة ولكن هاي الفترة ما يصلح من يطلع الموضوع ويعرفون عنه اشخاص يعرفون خطتك يعرفون وجهتك بتشوف انك كأنما يصير عليك تعسير من بعد اليسر وصير عندك عسر النقطة الثانية في الناحية العملية ناحية الاموال برج السرطان عندك الرجل المعلق هذا تحذير جدا كبير في الطريق القادم اليك عندك الرجل المعلق ذكرت برج الحود انت عندك هني كلها طاقة مائية تقريبا عندنا هني عشرة الاخصان بما معنى يقول لك يا برج السرطان شوف ضروري في الفترة القادمة رح تأتيك اموال احتمال بعضكم تأتيكم اموال وتأتيكم بسرعة ولكن اذا استخدمت هاي الاموال او كنت جدا اذا على طول من تأتيك الاموال تروح تصرفها انا عندنا برج العقرب برج العقرب كريم على طول من تأتيك الاموال تروح تصرفها على الاستمتاع على السفر على تجميل النفس هذه الاشياء ما راح تساعدك في الفترة القادمة لان هني هاي الكرتين لما يكونون مع بعض يقولون لك ضروري اول ما تأتيك الاموال تدفع حصتك تؤدي ديونك تؤدي التزاماتك هذي اول خطوة ما تقدر تتحرك ومو من مصلحتك انه تتحرك تسوي اي شي تشتري حتى باي شي وانت مثلا ما دفعت اموال الايجار ما دفعت التزاماتك المالية مو كلها مشارط ضروري كلها لما تشوف كارت العربة كارت العربة يتكلم عن البالانس توازن ادفع جزء ابتدي قصت ابتدي سوء انستولمنت للديون اللي عليك للمسؤوليات اللي عليك جزءها قسمها شهريا اما انك تأخذ كل هاي الاموال تصرفها على جانب واحد مهما كان هذا الجانب حتى لو كان جانب استثماري لحياتك او جانب رح يعطيك الكثير من المردود في المستقبل تارو ما قاعد يقول لك انه مراح يعطيك مردود تارو ما قاعد يقول لك هذا الطريق مو من مصلحتك ان انت كل اموالك تحطها في مكان واحد ضروري مع النقلة النوعية اللي انت قادمة في حياتك ما تنسى ما تنسى التزاماتك الجادة التزاماتك المالية الواجبات المالية مثلا بعضكم حسب ظروفها لازم شهريا يظل يصرف على اهله او على الاقل يدعم اهله ولو بمبلغ بسيط اوكي ما ينسى مثلا اخوة اللي اصغر منه اللي محتاجين مصاريف من اجل الجامعة ما ادري كل شخص السيناريو ماله مختلف بعضكم ساكنين في ايجار ضروري ان نتعدل امورك المالية تدفع المستحقات اللي عليك قبل ما تدخل في هذا الدرب ما ينفع ما ينفع اوكي ولكن جدا جميل القادم فيه حياتك شي جميل ونقلة نوعية اتصرف على غير عادتك عشان تقدر تحصلها وتجلبها لحياتك خلنشوف الجانب العاطفي رح اقرب لكم الاوراق الجانب العاطفي عندكم شخص صحني لطالما راقبك عن بعد برج السرطان لطالما كان فيه ايحاءات او تلميحات ولكن دائما لما تشوف كارت برج الحوت معناته ما فيه وضوح من قبل هذا الشخص ما فيه شي يعتمد وعد اكيد اتفاق اخير دائما ما فيه دائما نهاية مفتوحة يمكن يأتي يمكن ما يأتي يمكن يكلمني يمكن ما يكلمني دائما هنا طاقة الاحتمالات وايضا السرية وضعكم احنس يا برج السرطان ان انت مع شخص هذا الشخص الحب اللي بينكم العلاقة اللي بينكم كانت اكثر ما هي واضحة دائما سرية اكثر ما هي تخرج الى الشمس دائما كانت في السابق نتكلم في السابق سريا ولكن المستقبل رح يختلف لانا عندنا كارت الجوجمنت كارت ظهور الاشياء الى العلن بغور الاشياء الى العلن ولكن هل بشكل ايجابي او هل بشكل سلبي ممكن يكون الاثنين لانا في شخص هني كأنما يقول لك برج السرطان احذر مما تتمنى في شخص انت لطالما تمنيته وكان الارتباط بينكم دائما نوعا ما خفي عن اعين الناس يعني رح يصير فيه وضوح هذي الامنية اللي رح تلحقق لك فيه وضوح ولكن مع هاي الوضوح رح تصير عليك عين الناس عندنا ملكة النار الملكة اللي هاي الطاقة طاقة هاي الملكة لما تكون عدوانية لما تكون حسودة ما تتركك في حالك ما تتركك ترتاح نعم اسما انتوا مثلا مقابلين على ارتباط على خطبة امام الناس اوكي ولكن هنا نتكلم عن طاقة الغيرة والحسد اللي ما رح تترككم في حالكم شنو الحل هنا الحل موجود ايضا في اثناء الكرتات عندكم كرت العدالة برج الميزان عندنا اربعة السيوف المطلوب نزيل لانا في شي انشئت ام ابيت برج السرطان رح يخرج رح يصير فيه كلام حتى لو مو من جانبك من جانب الشريك رح يخرج الشريك عن صمته نزيل لانا هنا في شي بينكم خلال هالشهر يطلع الى العلن مع هذي الخطوة محتاجين جدا انه على طول اتواثقون اتواثقون الشي اللي بينكم واحتمال حتى هني اشوف الشريك انه يطلب منكم السفر والابتعاد ما رح تكون عندك فرصة كبيرة مع هاي الشخص انه مثل ما نقول تعيشون في نفس البيئة في نفس المجتمع في اسرة حتى هني بعثكم يمكن يكونوا متزوجين نزيل خلال هاي الشهر رح يكون في جدا رغبة قوية او او في سبب قوي عشان تخرجون وتسكنون في سكن الحالكم لانا عندنا هني خبر انتقال خبر ارتباط وعلى طول بعدها خبر ضرورة للانتقال تنتقلون مع بعض الى مسكن مختلف تسكنون في بلدة بعيدة تنتقلون تهاجرون مع بعض هني احتمال حتى شخص يرجع ويطلب منك انه ترتبط فيه ولكن على طول رح ياخذك بعيد ما رح يكون عندك فرصة ما رح يكون عندك فرصة على طول تسافرون تهاجرون مع بعض على طول تنتقل معه لانا شوف كنين الكارتات اللي عندك خلال هاي الشهر الكثير من الكارتات الرئيسية الرئيسية في التارو معنات الشهر فبراير رح تكون القرارات اللي تاخذها فيه برج السرطان قرارات مصيرية رح تغير حياتك انزيل وعندك هني في الجانبين دعوة كبيرة الى الانتقال وظروف تساعدك وحتى الشريك نوعا ما يساعدك ولكن كأنما عندك خوف من المخاطرة عندك خوف من الغير مألوف عندك خوف من هذلين الاشخاص المؤذين زين برج السرطان هذا في الناحية العاطفية اللي احب اقوله لك ان تأنى في الناحية العاطفية يتأنى مع الشريك لان حتى لو كانت دعوة سريعة او بسرعة الموضوع من السر يذهب الى العلن هنا ولكن محتاج ان تنظم امورك ايضا تشوف كرتين هنا يطلب منك في الناحية العملية يطلب منك ترتب امورك حتى في الناحية العاطفية ترتب امورك قبل قبل ان ترحل او تسافر او تبتعد مع الشريك عندك ابتعاد الى الحياة الايجابية الى الحياة افضل ولكن قبلها حتى لو وفق قبلها محتاج ترتب امورك عندك هني كرتين قاعدين نظهرون للناحية القانونية ان قانونيا لا تخلي مهما كان الامنية القادمة في طريقك وجمالها وممصدق انها راح تتحقق وشيك تعتبره صعب ومستحيل راح يتحقق لكن لا تغفل عن الجوانب القانونية عن الاشتراطات عن الاجراءات الرسمية عن ان تكون امورك في السليم قانونيا اوكي لان احتمال حتى الشريك يكون جدا متحمس فيغفل هذا الجانب العبق القانوني خلال هالشهر راح يكون عليك انت مو على الشريك برج السلطان خللونا نشوف هني مع بعض طاقة المنفصلين ومع اي ابراج على الاغلب راح يكون فيه رجوع خلال شهر فبراير راح نحدد بالابراج اوكي بربعة الاكواب طاقة مائية برج السلطان اذا شريككم من برج ايضا مائي على الاغلب في الفترة القادمة ما اشوف انه فيه رجوع هذا الكارت تقولي انه ما فيه رجوع ولكن الانتقال والرجوع قاعدين نشوفه هني شوفوا مع نفس الطاقة الهوائية اللي كانت في برج الميزان مع ستة السيوف عنديكم جوزاء دلو ميزان احتمال اكثر انه يكون في بينكم بينهم رجوع ايضا طاقة هوائية خلا نشوف ايضا كارت واحد الطاقة الترابية برج السلطان اذا كان شريككم برج ترابي على الاغلب خلال هاي الشهر ما راح يكون فيه رجوع الترابي والمائي راح يكون فيه كلام راح يكون فيه يمكن حتى محاولة بس ما راح يتم يتم الشيء احنا نتكلم عن الاتمام الاتمام راح يكون امله جدا ضعيف خلال هاي الشهر فبراير من الاحتمالات الاقوى انه يكون فيه بينكم وبينهم رجوع اللي قاعدة اشوفه جوزاء دلو وميزان ابراج الهوائية وايضا برج الحود راح يتمنى انه يرجع لكم بس ايضا ما اشوف الشينا راح يتم برج العقرب راح يكون جدا مستعد انه يرجع لكم خلال هاي الشهر الابراج الترابية ايضا مستبعدة انه يكون في بينكم وبينهم رجوع خلنشوف النصيحة العامة اسفل الفيديو راح اضع النموذج للطريقة اللي تكتبون فيها اسئلتكم الخاصة عشان اجاوب عليها باذن الله اتبعوا النموذج احسن خلنشوف النصيحة لبرج السرطان عشان تشوفون وياي وبزير بتو هذي طاقة المطالعة طاقة المراقبة طاقة انه بالضبط انا اول ما شفت هنا في الحياة العاطفية كرت برج الحوت حسيت انه في شيء ولا تنسون حد لما شفت هذا الكرت قلت لكم في احد رح يكون عين عليكم ولكن ما بشكل ايجابي هذا الشهر عين عليكم كأنما يتمنى انه يشوف منكم غلطة ينتظر منكم غلطة او زلة عشان يخبر عليكم في مخبر ينتظر انه انتو تقعون في غلط غلط الاستعجال ليش اقول لك الاستعجال برج السرطان انه هني عندك كرتك هو كرت العربة ولكن الكرتات اللي تحت شفناها اول شيء بالحياة العملية تطلب منك التأني وبزير فتذكر هذا الشيء خلال شهر فبراير انه نعم عندك فرص مقبل على حياة جديدة ولكن كأنه في احد في الخفاء ينتظر منك انه تغلط او تنسى اجراء معين عشان يشتكي عليك عشان يحاسبك زين من ناحية المنفصلين النصيح لكم هذا الشهر انه شريككم خصلا اذا كان برجه مائي مائي او ترابي نعم يراقبكم من بعيد ولكن ليش قلت لكم اهني احتمال الرجوع ضعيف لانه لحد الان ما اشوف في تحركات في مراقبة وفي كلام كل بين فترة وفترة او هو يرجع يذكر نفسه يمكن بالموضوع او يفكر مع نفسه بالرجوع بس ما في ما في خطوة جادة مجرد عندكم شخص قاعد يطالعكم في الخفاء يراقبكم ازين يسأل عنكم بدون ما تدرون ازين فهني شنو النصيحة اذا الشريك السابق هو اللي قاعد يراقبكم هذا الشأنه ولكن من ناحية الامور القانونية من ناحية انه في اشي احتمال في اشخاص اهني يحاولوني يأذونك فانت عزيزي وبالجساطة محتاج تكون جدا شا يقول لك امورك في السليم مئة بالمئة كل امورك قانونية وكل اوراقك كاملة وكل اللي اهني هاي الكرت قاعد يعطيني ان كل اللي تكتب على الورق في الفترة القادمة كل اللي تكتب في سيرتك الذاتية في مثلا طلب الهجرة في طلب الزواج كل اللي تكتبها خليه يكون جدا دقيق اوكي عزيزي برج السرطان هذي كان تكتب في سيرتك